موسيقى مرحبا بكم مشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج كوشك الصحافة نقف فيه على أهم وأبرز ما تتداوله المواقع الإخبارية اليمنية والصحف العربية الصادرة كل يوم نبدأ من واحدة من أهم الوجهات التي كان يقصدها اليمنيون ولم تعد متاحة حيث عنوان موقع يمن مونيتر في صفحتي الرئيسية وقال رحلات اليمنية بين القاهرة وصنعاء متوقفة للشهر الثالث حيث أعلنت مصادر ملاحية مصرية استمرار توقف رحلات الخطوط اليمنية بين مطاري القاهرة وصنعاء للشهر الثالث على التواري بسبب تدهور الوضع الأمني قالت المصادر تلقت سلطات مطار القاهرة إشارة من مكتب الخطوط اليمنية بإذغاء رحلتها المتجهة إلى صنعاء عن طريق مطار بيشا جنوب غرب المملكة العربية السعودية مؤكدا استمرار توقف الرحلات للشهر الثالث على التواري بسبب تدهور الأوضاع أضافت المصادر الخطوط اليمنية نظمت رحلة إلى مطار بيشا لنقل 154 يمنيا حيث سيتوجهون برا لدخول الأراضي اليمنية وتأخر إقلاعها ست ساعات بسبب إجراءات الحصول على التصريح اللازمة ركز موقع المشاهد على واحدة من أوجه الدمار الذي خلفته الحرب في مختلف أنحاء البلاد علق الموقع حول فنادق تحولت إلى أطلال لم تتغير صورة الدمار والخراب التي لحقت بإحدى أهم نقاط التجمعات الفندقية في مدينة عدن منذ قرابة عام ونصف عشرات الفنادق الوقعة على خط عدن تعز شمال المدينة وأخرى ممتدة على الشريط الساحلي شاهدة عيان على كارثة حرب طالت كل شيء يورد الموقع يورد مثالا فقد أنفق مالك أحد الفنادق قرابة 25 مليون ريال لإعادة تأهيل شبكة الكهرباء ولترميم مبنى الفندق كما يحتاج إلى أربعة أضعاف المبلغ لتأهيل الفندق الوحيد الذي نجى من قصف الطيران وقذائف المتحاربين ولم يسلم من فرق السطو المسلح التي أتت على كل شيء يقول مالك الفندق للمشاهد إن جماعات سطو مسلحة أجبرت حراسة الفندق على المغادرة بقوة استلاح بعد انتهاء الحرب وقامت بأعمال نهب ولم يتبقى له إلى هيكل المبنى يضيف قبل ستة أشهر قدمت لجنة لحصر آثار الدمار التي لحقت بالقطاع الفندقي في محافظة عدن واكتفت بمعاينة المبنى وبالتقاط الصور ومنذ ذاك الحين لم يسمع عنها شيء حد قوله عنوين أخرى في الموقع حوثيون يحتجزون ناقلتين نفط لتجار دوليين في ميناء الحديدة وطن يبحث عن وطن تحت هذا العنوان كتب بلال الطيب مقالا ونشره في يمن مونيتر وقال الكاتب في أجزاء من المقالة ظل أمل إصلاح الجمهورية من الداخل قائما على يد ثلة من الأحرار المخلصين كان النعمان أبرزهم استاء أعداء الاستقرار من دعوته فأسكتوا صوته وللأبد ليتجرأ شباب اليمن بعد مرور ستة وثلاثين عاما من اغتياله للمنادات بذات المطالب وفي غمرة انشغال الأطراف المعنية بالحوار وصياغة دستور اليمن الجديد تسلل القديم وقاد جحافله المتوحشة لقضاء على الجمهورية وهي لم تحقق أهدافها المعلنة بعد كطرف ضالع في كل مآسينة حاول أرباب الفيد وممتهنون تسلط إعاقة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني وتأسيس الدولة الاتحادية المشروع المنقذ والحلم المؤجل منذ مئات السنين الذي سيقضي على هيمنتهم ويحد من نفوذهم ورغم معرفتهم بأن غالبية الشعب مع هذا الخيار عاملوا على رفع كلفة تحقيقه أرادوا قتله في النفوس التواقة لاستقرار وفاتهم أن عنف الحقد يحيه ويحيه الدولة الاتحادية مشروع وطن يبحث عن وطن حل ناجع وخيار ضرورة جاء ملبيا لطموحات أحلام المحاولين مترجما لأفكار المستنيرين مؤكدا أن حال اليمن لن يصلح إلا بما صلح به أولها وهو بالأصل امتداد لنموذج الحميري حيث نجح هؤلاء قبل 16 قرنا بتوحيد اليمن فدراليا وحمل ملوكهم التبابع اللقب الطويل ملك سبأ وذوريدان وحضر موت ويمنات وتبع لقب ملكي لم يحمله إلا من حكم اليمن الكبير وقريبا جدا سيستعيد اليمنيون أمجادهم إلى موقع مصدر أونلاين الذي عنوان مقتل طفلة من فئة المهمشين وإصابة أربعة في قصف للحوثيين على الصدرين بالضالع يقول الموقع قتل الطفلة وأصيب أربعة آخروا في قصف ميليشيا الحوثي وقوات صالح على منطقة الصدرين في مدرية موريس بمحافظة الضالع قال المصدر المحلي المصدر أونلاين ميليشيا الحوثي وقوات صالح قصفت بالكاتيوشا من مدينة دمت على منطقة الصدرين أضف المصدر أن القصف استهدف بئر ماء كانت نساء وأطفال يتجمعون حوله ما أصفر عن مقتل الطفلة من فئة المهمشين وإصابة آخرين ثلاث نساء حالتهم حريجة ونقن إلى المشفى في صنعاء قامت ميليشيا الحوثي بالاعتداء على المختطفين في سجن هابرى الاحتياطي المكان الذي تحتجز فيه الميليشيا عددا من معارضيها في هذا العنوان عنوان موقع تغير نت أهالي المختطفين يوضحون ما جار لذويهم صبيحة يوم العيد في سجن هابرى في صنعاء تقول التفاصيل أوضح أسر وأهالي المختطفين في سجن الاحتياطي هابرى حقيقة ما حدث لذويهم المختطفين صباح يوم العيد من اعتداء تهجم رفع السلاح عليهم من قبل أفراد الميليشيا بالإضافة لمنع الزيارات عنهم ومنع دخول الأكل ومياه الشرب والأدوية صرح أحد الأهالي أحد أفراد الحراسة الذي اعتدى على قريبة أحد المختطفين بعد تفتيشها رفع المدعو يحيى صلاح الملقب أبو حمزة ياده عليها لتقع أرضا ما أثار حفيظة المختطفين الذي صرخ بعضهم بعد رؤيته لما حدث في حوش السجن طالب الأهالي بسرعة إطلاق صراح ذويهم من سجون الميليشيا وعدم معاملتهم كأسر حرب كما طالبوا بوقف جميع الانتهاكات التي يتعرض لها ذويهم في السجون أو ما يتعرضون له من مضايقات أثناء الزيارة ربيع العربي من ثورات شعبية إلى معارضة سياسية تحت هذا العنوان كتب عادل سليمان مقالا ونشره في صحيفة العرب الجديد وقال الكاتب لعل السؤال الذي نحاول الإجابة عنه وكيف حدث هذا التحول في مسارات الثورات الشعبية التي كانت واعدة وارتفع سقف طموحاتها في بدايتها إلى عينان السماء وخلال أيام تبلورت مطالب الجماهير في مطلب واحد ورحل رأس النظام وتوحد شعارها في كلمة واحدة هي إرحل في تلك اللحظات التاريخية والمبكرة من عمر ثورات الربيع العربي أدركت القوى الكاملة داخل كل نظام على اختلاف تلك النظم أن عليها التحرك السريع للتعامل مع المارد وهو الشعب قبل أن يستيقظ تماما ويستكمل قواه بعد أن أحدث شرخا في جدار الخوف والقهر فلابد لمنعه من كسر ذلك الجدار وهدمه بل لابد من ترميم ذلك الجدار وإعادته أشد إحكاما ومنعة ذلك التحرك المضاد والذي تم الاستلاح على تسميته بالثورة المضادة كان يتطلب إلى جانب القوى الداخلية دعما إقليميا وتأييدا دوليا ومع تطور حركة الجماهير الثورية وتصاعدها السريع بدأت قوى الثورة المضادة عملية الاحتواء العميقة للطموحات الثورية لتلك الجماهير من خلال إيهامها بدعمها بل ودعاء حمايتها لتحقيق أهدف ذات بريق ثوري تركزت حول رحيل رأس النظام هكذا تصورت جماهير الربيع العربي أنها حققت انتصارات تاريخية وأن الأمور ستسير وفق ما تريد وانتابتها ما يمكن أن نسميها حالة الاسترخاء الثوري وعند تلك اللحظة الفارقة انتقلت قوى الثورة المضادة بسرعة من مرحلة الاحتواء إلى مرحلة استنساخ للنظم التي تحركت ضدها الجماهير الثائرة ويبقى السؤال الأهم هل ستفق الشعوب وتستعد توازنها وتستكمل ثوراتها أم سيتطلب الأمر انتظار جيل جديد أكثر عزما وإصرارا وقبولا للتحديات ثاني سفينة تغرق أثناء توجهها إلى اليمن وكانت جميعها لها نفس الوجهة عن هذا الموضوع علق موقع 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 بوست غرق باخرة تجارية قبالة سواحل المكلة وإنقاذ تاقيمها أوضح القائم بأعمال رئيس هيئة موانئ البحر العربي اليمني القبطان سالم باسمير أن الباخرة ريجر وان وجهت نداء استغاثة للإنقاذ في تمام الساعة الثالثة ونصف صباحا تمكن فريق مختص من إنقاذ طاقم الباخرة المنكوبة والمكون من 2 سوريين و6 هنود أرجع أسباب غرق الباخرة المفاجئ وفقا لوكالة سبا لوجود تشقق بطول مترين في جسم الباخرة من جانب المحركات ما أدى إلى ميلانها وغرقها بعد محاولات طاقمها إعادة ضخ المياه من الباخرة إلى البحر عنوان أيضا من موقع بوست ميليشيا الحوثي تجبر أهالي قرى في الصل على النزوح من منازلهم موقع عدن تايم عنوان الموقع وقال تفكيك عبوة ناسفة جوار مقبرة حافون يقول الموقع في التفاصيل تمكن رجال الأمن في شرطة التواهي من تفكيك عبوة ناسفة كانت موضوعة بجوار مقبرة مقبرة حافون وقال بيان صادر عن شرطة عدن تلقى عدن تايم نسخة منه فور تلقي بلاغ من أحد المواطنين تحركت قوة من شرطة التواهي إلى مكان وجود عبوة ناسفة وتمكن خبراء المتفجرات من إبطال مفعول العبوة وتفكيكها قبل الانفجار ومن محاولة زرع عبوة ناسفة جوار مقبرة إلى زرع عبوة أخرى في سوق شعبية ولكن في أبيان عنوان الموقع قوات أمنية في جعار تفكك عبوات ناسفة زرعت وسط سوق عام قال مصدر خاص للمركز مركز الإعلام الأمني قال إن العبوات الناسفة وهي عبارة عن رؤوس RPG ربطت بصاعق وضعت وسط سوق شعبي عثر عليها من قبل المواطنين بالصدفة نذهب إلى فاصل قصير ونعود للصحافة العربية وعن الشأن اليمنين فابقوا معنا الصحافة العربية مشاهدين والبداية من العرب الجديد فلننظر ماذا قالت عنوانت مخاوف من تطييف المناهج الدراسية في اليمن تقول صحيفة العرب الجديد يعبر أولياء أمور الطلاب في المحافظات اليمنية الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي عن تزايد مخاوفهم من صبغ العملية التعليمية بالصبغة الطائفية لسيما بعد تصريحات حديثة صدرت من قيادات حوثية بضرورة عمل تغييرات في المناهج الدراسية قامت ما تسمى باللجنة الثورية العليا التابع للحوثي بتوجيه قطاع المناهج في وزارة التربية والتعليم بضرورة العمل على تعديل مناهج المرحلة الأساسية حين قال رئيس اللجنة محمد علي الحوثي في لقاء جمعه بقيادات وزارة التربية والتعليم المناهج الحالية قد تم فرضها من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل ضمن مؤامرة تستهدف الهوية اليمنية الإسلامية القائم بأعمال وزير التربية والتعليم عبدالله لملس أكد بأن الوزارة أصدرت قرارا يقضي بالغاءية التعديلات تنفذها سلطة الحوثيين في صنعاء وتتصل بالمناهج الدراسية مشيرا إلى أن الحوثيين أجبر العاملين في وزارة التربية والتعليم على تشكيل لجان سرية تقوم حاليا بدراسة وإقرار تنفيذ تعديلات في بعض المناهج الدراسية الخاصة بالصفوف الأربعة الأولى من المرحلة الأساسية التي تطبع في العاصمة صنعاء أضاف لملس في تصريح خاص العراب الجديد أن وزارته وجهت مكاتب التربية والتعليم في المحافظات المحررة بالتدريس المناهج التي طبعت قبل عام 2014 باعتبارها مناهج معتمدة ومقرة من لجان متخصصة ومن البرلمان أما صحيفة الاتحاد الإماراتية فقالت اليونسيف تقدم عشرة أطنان من اللقاحات لتسعمائة ألف طفل أعلنت منظمة اليونسيف وصول عشرة أطنان من اللقاحات المنقذة للحياة إلى اليمن سوف يستفيد منها أكثر من تسعة تسعمائة ألف طفل وذكر مكتب المنظمة الدولية المهتمة بالأطفال في اليمن أن هذه الشحنة سوف تضم 500 ألف جرعة لقاح للتحصين ضد أمراض الطفولة القاتلة بالإضافة إلى 400 ألف جرعة من لقاح الحصبة والحصبة الألمانية علاوة على لقاحات شلل الأطفال وسوف يتم توزيع اللقاحات على مراكز التطعيم في كل أنحاء اليمن عن عمليات تمويل الإنقلابيين للحروب وبحثهم أيضا عن مصادر جديدة علقت صحيفة الشرق الأوسط إجبار رجال أعمال على توريد أموالهم للمركز الواقع تحت سيطرة الإنقلابيين قالت مصادر يمنية للشرق الأوسط إن إنقلابي اليمن أجبر رجال أعمال وتجارا على توريد أموالهم إلى البنك المركزي اليمني والذي يقع تحت سيطرة الحوثيين وصالح إذ تم توريد نحو 140 مليون دولار أي 35 مليار ريال يمني نظير حصول هؤلاء التجار ورجال الأعمال على تخفيضات في الجمارك والضرائب أفضت المصادر بأن جهود أتباع صالح والحوثي تكللت بموافقة رجال الأعمال والتجار على توريد نقودهم إلى البنك المركزي شريطة إطلاق صراح صرفين وتجار وملاك شركات صرافة ممن تم اعتقالهم في وقت سابق على خلفية أزمة السيولة الشائعة في البلاد منذ نحو عام قال رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مصطفى نصر إن البنك المركزي اليمني الخاضعة لسيطرة الحوثيين والمخلوع استنفذ كل الوسائل للوفاء بدفع الرواتب الحكومية لليمنيين وأنه لن يتمكن مستقبلا من دفعها في حال لم تتم طباعة عملة جديدة أو تقديم دعم مالي مباشر للبنك المركزي هل لدى العربي ما يفاخر به؟ تحت هذا العنوان كتب سلمان مصالحة عن عفواً كتب مقاله المنشور في صحيفة الحياة اللندنية وقال الكاتب هناك أمم أخرى في العالم المسمى ثالثاً منكوبة بأنظمتها المتخلفة وهي بدورها أيضاً على غرار العرب والمسلمين ترفض سائر العالم بموجات متتالية من الفارين طلباً للعمل وللفوز بلقمة عيش ما يجب أن يقض مضاجع العربي في هذا الأوان هو هذه الحال التي وجد نفسه فيها غير أن الخطاب العربي السائد وبدل أن يجنح إلى التفكر فيما أوكأت يده ونفخفوه نراه ينحي باللائمة على كل من وما هو خارج ذات فعندما يضرب الإرهاب الذي يرتكبه مسلمون بلاداً غربية قاتلاً فيها الأخضر واليابس والحجر والبشر كثيراً ما نرى الخطابين القومي العربي والإسلامي يبرران أحياناً هذا الإرهاب مستندين في حججهما إلى جرائر الاستعمار في الماضي وفي أحيين أخرى يحيلان هذا الإرهاب إلى حالة التهميش التي يعيشها أفراد الجماعة ضمناً في بلاد الغربة وهكذا وبالتزود بهذه التبريرات الجاهزة التي على ما يبدو لن ينفد مفعولها في المدى المنظور يستطيع المبررون أن يخلدوا إلى النوم بسكينة تاركين الشعوب والبلدان التي يتظاهرون بالذود عن مصالحها لقمة سائغة يستطيع التقاطها كل من هب ودب صحيفة الخليج الإماراتية جاء فيها مصرع قيدي حثي في شبوى عنوان آخر نائب الرئيس اليمني يدعو فروع المؤتمر بالمحافظات للإنحياز للشرعية من الضالع تجدد المواجهات في كارش ومناطق بين إب والضالع عنوان ثالث الحوثيون يغرون المعدمين والمحتاجين للمال يقومون بغرائهم بالمال للانضمام إلى صفوفهم قالت الخليج لجأت جماعة الحوثي إلى طريقة جديدة لاستقطاب مجندين جدد لتعزيز صفوف مقاتليها في جبهات القتال من خلال استهداف الشباب العاطلين عن العمل والفقراء المعدمين أكدت مصادر مقربة من الحوثيين للخليج أن الجماعة استحدثت تقديم حوافظ مادية لإغراء العاطلين على الإنخراط العاطلين على الإنخراط في صفوفها حيث تشمل هذه الحوافظ احتفاظا مجندين الجدد بسلاحهم المسلم لهم بعد ثلاثة أشهر وبتخصيص مبلغ مالي كراتب شهري في منطقة غير بعيدة عن كارش في محافظة لحج قالت صحيفة الحياة خمسة من المتمردين الحوثيين قتلوا في منطقة كهبوب الجبلية الواقعة إلى الجنوب الغربي لتاعز على يد قوات الرئيس هادي وبمشاركة واسعة من قوات التحالف الجوية والبرية وقال العقيد في القوات الحكومية عبد الغني الصبيحي تصدينا لهجوم كبير على كهبوب وتدخل طيران التحالف وشن ثمان غارات وتدخلت مدفعية التحالف في باب المندب وصدينا العدو وأجبرناه على التراجع أفاد الصبيحي أيضا بمقتل ثلاثة من القوات الحكومية وإصابة آخرين وأكد مقتل خمسة من الحوثيين وحلفائهم وإصابة أكثر من أحد عشر مسلحا كلنا نوح الآن تحت هذا العنوان كتب الكاتب والمحلل السياسي الأمريكي تومس فريدمان مقاله المنشور في صحيفة الاتحاد نقلا عن صحيفة نيويورك تايمز وتحدث فيه الكاتب عن المخاطر التي تحيط ببقاء كوكبنا قال الكاتب في كتابه معالم الذي يتناول الصلة بين الكلمات ومشاهد الطبيعة يخبرنا روبرت ماكفارلين عن قصة كاشفة ومذهلة في آن عن كيف قام محرر النسخ الحديثة من قاموس إكسفورد الشهير للصغار بحث كلمات معينة متعلقة بالطبيعة على أساس أنها من وجهة نظرهم أقل تعلقا بحياة الأطفال المعاصرين مثل الهندباء والسرخص والقضاعة تعلب الماء والصفصف ليحلوا محلها كلمات مثل نطاق عريض وبلوغ ومشغل MP3 وبريد صوتي هذا الخبر أعلن عنه للمرة الأولى عام 2015 لكنه ما زال يصدمني حتى هذه اللحظة بسبب ما ينطوي عليه من دلالة على أن عالمنا الطبيعي يختفي تدريجيا أما مدى السرعة التي يتم بها ذلك فقد كان هو الموضوع الرئيسي هنا في هذه المدينة وتحديدا الأسبوع الماضي حيث عقل المؤتمر العالمي الذي ينظمه كل أربع سنوات الاتحاد الدولي لصون الطبيعة كان الموضوع المهيمن خلال ندوات المؤتمر هو ذلك الخاص بأننا نصطدم بل ونخترق حدود الكوكب فيما يتعلق بالغابات والمحيطات وذوابان الثلوج وانقراض الأجناس وارتفاع درجة الحرارة على نحو لن تتمكن أمنا الطبيعة من التعافي منه أبدا دلالة ذلك أننا نتحول نحن وأبناؤنا على نحو متسارع إلى ما يمكن تسميته جيل نوح المكلف بإنقاذ الأزواج الأخيرة من الأجناس التي تعيش على ظهر الكوكب كاريكاتور مجموعة مميزة من الرسوم نختم بها هذه الحلقة وحتى ألقاكم إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر